فيه سؤال بيقول ميه المفروض يبدأ الشعب ولا الحكومة وزي ما شفنا كل دولة ليها تجربتها فيها الشعب اللي بيجي بالزوء من غير قوانين زي ارواندا وفيه شعوب بتيجي بقلة الزوء اقصد بقوة النظام وبقوة القانون زي سلغفورة دلوقتي في الحلقة دي بصراحة مش محتاجين نبعد كتير مش عايزين نبص على اللي برا طب ما نبص على نفسنا كنا عاملين ازاي قبل خمسين سنة فاتت تعالوا نشوف فيلم قصير جدا بيتناول حقبة مهمة في تاريخ مصر فيلم مصر العظمى نشوفه محتاجين نرجع لنفسنا محتاجين نرجع لمصر ونرجع مصر تاني شوارعها نضيفة شواطئها جميلة لما كنا بنلبس وبناكل ونكلم اهلينا باحترام لما كنا بنحب وحتى بنكره بادب لما كنا حتى بنعاكس بنعاكس بزوق برومانسية محتاجين نرجع مصر العظمى اسمحوا لي احيي اللي عملوا الفيلم ده اصحاب موقع اللطائف المصورة ده اسم مجلة كيف تصدر بالفعل سنة 1915 لحد 1941 من سنة فاتت بس تم احيائها الكترونيا اسمحوا لي احيي صاحب فكرة احياء المجلة موجود معنا النهاردة وهو جيه مخصوص من بلده طنطة وهو خريج ألسن وجيه علشان يحضر الحلقة والساز ايهاب علي حسد يعني اكيد اكيد اللي جات له الفكرة دي ما فكرش يعمل اسفاف او يعمل هالس او يعمل شيء مخل او يعمل فيلم كاره في مصر تعمل فيلم عايز يوصل احساس هو شاب عايز يوصل احساس ان مصر عظيمة بس مصر ما هيش نيل وهرم مصر بشر مصر تبقى عظيمة بنسها بالمواطن اللي بيخاف عليها بالمناسبة انا ممكن اجاوب على السؤال التاني اللي تسأل مين المسؤول اكتر عن تظاهر سلوكنا الحضاري اخطاعات كتير ممكن تساهم في تنمية السلوك الحضاري او تهدمه على رأسها التشريع او القانون ومن ينفذ القانون ده ممكن يرتقي بالسلوك الحضاري وممكن يهدمه والفن الفن زي ما قلنا حرية ابداع ولا حرية اللي تأدب حرية ابداع ولا حرية سفالة واختيار الالفاظ التعليم هو ايضا رافض من روافض السلوك الحضاري والاعلام الاعلام ممكن يغير يعني احنا عندنا مشاكل كتير اه بس عندنا حاجات عظيمة عشان ما حاجش يفهم غلط حتى اللي شفناه في الفيلم احنا عندنا زيه بس قليل اصبح دلوقتي قليل بالنسبة لتعدادنا زمان كان التحضر مالوش علاقة بفقر وغنى خالص ده المبهر ان الفقير كان نظيفا نظيفا النظافة من الايمان كنا نخش بيت صحابنا هنو صغيرين فقرة زينا انا كنت من اسره اسمها فقيرة وعلى اعتاب الطبقة الوسطى كنا نخش البيت من ده كنقي حصيرة وكان باكرة اسطنبولي واستارة يعني على قد الحال وكل حاجة صغيرة وبسيطة بس تحس تشم ريحة المسك تشوف الترابيزة اللي عليها صنية القلة النحاس وفيها مية وفيها لمون وفيه عودين نعناع في القلة ناس نظيفة ناس ما تلاقيش حاجة مرمية في بيوتهم ولا برا بيوتهم وعندهم كرم السلوك فاكر كنا بنحب اللبن بالشعرية فأم صاحبنا نزيته عمت لنا اللبن شعرية باللبن والولد قال لنا بعد ما حصل ده انه أمي محتاجة فلوسه راح تستلفت من دارتها علشان تقدم لنا الشعرية باللبن لأنه سلوك الكرم قادي الفقرة أنا من الجيل اللي عشت لحقت حاجات من دي في عبدين والحلمية وفي سيدة زينب شفت القبرة وشفت الميادين دي لحقتها لازم أزعل أنا شفت عربية الرش اللي هي بتلمع الشارع شفت مفيش بني آدم يمشي في الشارع ويلاقي حد رمى حاجة حيبصلوا بصة تقتلوا إنسانيا إيه اللي حصل لنا هل كانت الدولة بتطبق القانون زمان بشكل أخوى بالتأكيد أهم حل قوة القانون حل التاني شفتوا الفرحة على وش الشباب في خمسة عشرين يناير وهم بيننظفوا الميدان تلاقيه فرحان وفخور طب ده بعد الثورة بكم يوم ما يستمرش لغاية النهاردة ليه مدام بنبني لازم كل مواطن يشعر بأمته وما تقولوا ليش لما نلاقي أكل أصل البلد والحكومة والفساد فيه فساد الأيام دي كان فيها فساد الأيام دي كان فيها وسطة الأيام دي كان فيها رشوة الأيام دي كان فيها عيوب كتيرة بس اللي أكتر منها السلوك الإنساني والعقل البشري بالمناسبة أنا عايز أطلق من هنا دعوة إن كل شخص محترم بيستخدم وسائل الوسائل الاتصال الاجتماعي يعمل بلوك يلغي أي شخص من على صفحته يستخدم لفظ خارج أو يدس أو يبس فكرة ممكن تضمر مجتمع يبقى فكرة خبيثة على فكرة اللي بيبس ويجتموا على الفيسبوك ويستخدموا ألفص ممحطة دول مش أكسرية دول قلة بس الصوتهم عالي اعملوا لهم بلوك اعملوا بلوك أكيرا عايز أقول أني مش بدعو خالص أني احنا ناخد نموذج من بره ونطبقه عندنا التقليد أو الادعاء في حد ذاته سلوك غير حضاري مش بطلب من الفلاح أبدا أن يقوم من على طبليته ويقعد عطرة بس الصفرة ويأكل بالشوكة والسكينة بس بقوله من فضلك اخسل يدك قبل ما تاكل بقولي البنات اوعوا تتأثروا بالناس اللي تحسسك أنك لو ما نزلتش البحر بالبيكيني أو خرجت بالمينيجيب زيهم تبقى مش متحضرة بالعكس كوني نفسك بس كمان ما تنزليش المية بهدومك وما تلبسيش عشرين طبقة فوق بعض ألوان منقضة لكل الزوء العام مش بقولك انزل روح شغلك بشرط بس من فضلك ما تنزلش الصبح قبل ما تاخد حمام عشان احنا في بلد حر سلوكنا الحضاري لازم يكون حسب ثقافتنا وتركبتنا خلي بالكم حسب ثقافتنا احنا مش حسب ثقافة بلد تانية أو ثقافة دخيلة علينا مص بموقعها ومسحتها وطبيعتها وبحرها وشواطئها وأصرها وتاريخها وبتأسرها تقدر تبقى أم الدنيا بس لما شعبها يدرك معنى ان يكون ابن حضارة آلاف السنين ويعرف انه مواطن قيمة مضافة مش قيمة سالبة احنا شعبنا تسعين مليون في كتير مواطن قيمة سالبة مش قيمة مضافة عايزين شعب مصر يبقى قيمة مضافة عشان قيمة مصر تكبر وساعتها مصر حتبقى بنسها أم الدنيا ومش هيبقى في مشكلة خالص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر